السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آآ اللي لجيناكم بموضوع بما يخص معادلة الشهادة الجامعية او الثانوية في فرنسا يعني او البكالوريا على ما اعتقد في الدول العربية كالمغرب والجزائر البكالوريا هي الشهادة الثانوية الثانوية. فالمهم ان احنا هنشوف كيف ممكن نعادي للشهادة بتاعاتنا الدكتورا بكلاريوس طيبا احنا بنجي انا هاخدت لكم الرابط بتاع الصفحة دي لانه ما ساهل ممكن اذا كتبت في جوجل سنطر انيك ناريك ما حتلقو الصفحة دي بساهل فانا هاخلي لكم الرابط بتاع الصفحة بالضبط في الغناة في اليوتيوب طيب ان احنا بسم الله نبدأ طيب ان احنا هنجي هنا طيب مسيو دام طيب مسيو اه نمد نصاص اه نقول ادم طيب تمام اه بخينو طيب تاريخ ميلاد تكتب تاريخ ميلادك طيب الاسم موسى طيب تمام ادرس طيب احنا هنختار طيب موسى خلي بالك يعني بعدين الادرس ممكن ما يعمل لك اه ما يكون معك فاليد لو انت خليت اسباس هنا شوف هنا الحتة الصغيرة دي يعني لو انت كتبت اليميل وخليت دي اليميل ما حمش معك فاركز في الحتة دي او ركزي في الحتة دي طيب تمام هنجي هنا هنجي هنا نكتب الحروف دي زي ما هي مطلوبة مننا اه والله دي بدك شنه طيب ايوة اس اسمول طيب اس اسمول ام اسمول طيب دي شنه ده اس اسمول ام اسمول تزع ورنف تي كابتال طيب تمام هنعمل فاليد اه هنا لدي نصاص اسينا طيب انح ممكن نكتب سودان سوريا او نكتب ماروك ماروك ولا اي حتة طيب فلنفترض انا من السودان هكتب ماروك ماروك انا هاخدت لكم اي معلومات اه كده بس يعني بعدين تخطوا معلوماتكم الصحيحة طيب تمام انا خطيت ماروك موسى كده مولود في المغرب او حاخليو سودان طيب ارجو لسودان عشان بعدين هي طلب مننلش هذا او نوع شهادة في الدولة المعنية طيب سودان طيب كده طيب كل رسلنا لك كل رسلنا لك ايميل في الادرياسة لتخطيته طيب احنا هنمشي هنا هنشوف الايميل اللي هم رسلو فوقه الحين طيب اه كان رسلنا لك ايميل طيب داهونة رسلو الايميل هنا هي رسلوا رغم او كود. ده ده الكود فوق هنا. الكود في الحتة دي. انحنا اللي بهمنا الرابط ده. ندوس على الرابط. تمام. بنجي الرابط. حاول نملى بياناتنا كلها. انا خطيت اي معلومات يعني اسمي ما كده وتاريخ الميلاد ما كده. الى يمكن تمام بعدين اتخطوا معلوماتكم الصحيحة. طيب انا حاجي هنا مسلا. حاكتب 07-61-55-58-69. ده هي رغم تلفون. فطيب الادرس. حاكتب مسلا اه طالبي مني تخونت رو طيب ما له رو دي اكستر مسلا رو دو والله ما عارف اكتب شنو رو دو رو دو بغيست بغيست طيب رو دو بغيست طيب لو انت ساكن مع زول مسلا الفرنسي يعني تجد جديد ومستضيف انك يعني هنا تكتب اسم الاسم الشخصة اللي انت معه في الحتة دي. طيب ادرس سي نسيسير شي مادام ومسيو. طيب انت حتكتب هنا مسلا الرزيدانس اول هنا فتكتب ايا حي ممكن تكتب apart. apartement. طيب العنوان مسلا تكتب طيب فنفرد ليل. طيب تكتب ليل ليل على اه اشوازي الباي طيب اه فخانس 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 فخانس. حنا جي هنا نشوف فرنسا هنغاري اسغايل. فربتكم فلسطين بس الحمد الله طيب فرنسا فرنسا. فاني احنا مش نجد فرنسا. لكن انا خطيته. فرنسا. اه حتي هنا. طيب انت قال لك هنا في الحيطة دي. بما افرد الستاتيو دي رفوجي. طيب دو 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 ماندر دازيل اكستراء. فيما معناه انت طالب لجوء عندك كرت العشرة اللي هو عشرة سمين او 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 اول اللجوع الانساني او غيره. انت لو عندك ده بتعمل اما ازا جيت مسلا هنا البلد دي عشان تشتغل او غيره. انت تعمل له مسلا لو طالب حتعمل غيره. طيب تكتب هنا الهدف قال لك من الطلب. طيب حتجي هنا مسلا اه طيب هنا كانت بلك طيب اغلب السودانيين اول ناس طيب السوداني كلمة الحتشين اول ناسي اللي هو Teleقاتبة طيب مواصل طيب انت تعمل ثرب�� المعشرة رو شرش دون بلواء طيب انت هنا بتكتب مسلا دار تدرس دار تكمل دراسك في شنو في الحيطة دي مسلا دان نوميريك ولو انفرماتيك 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 طيب نحن نجي هنا نعمل هاي قوم على كوركسيون طيب هنا مسلا دار تعمل شنو دان نوميريك طيب انت كده هناي طيب لو اصلا عندك الجنسية دار يعني حاجة اصلا مقدم للجنسية والحاجة تهمك في الجنسية ممكن هنا هنا في الحتة الاخيرة دي حتعمل الدات دو دوسية يعني اليوم ما رسلت فوق وجعتك رسالة من البريفكتور قال لك انه ان احنا استلمنا بياناتك دي كده كده وقم تخطي لما التاريخ ده هنا سينو تعمل تعمل هنا طيب هنا قام قال لك يعني جاي من اي دولة طيب هنا تجي تفتش سودان طيب اه ما علش لو طولت عليكم شوية بس الفيديو محتاج انه شرح وتفاصيل وتفاصيل كده لانه الناس ما تغلط في اي حاجة وانت ما محتاج تمشي الاسستنس سوسيال عشان تعمل الحاجة دي طيب انت تجي هنا تعمل يعني تختار اسم الدبلوم يعني هنا بكلاريوس انا محتغيت شهادة ثانوية وتخل دبلوم حتلقى الحاجة يعني حسب الترجمة حسب الدبلوم بتاعك يعني فلنفترض انه باك بلوس دو ولا غيره او طيب طيب بكلاريوس او شهادة ثانوية فلنجي في شهادة ثانوية بس شهادة ثانوية اه اسبيسياليتي ما في لو كنت مسلا دارس مسلا ادارة بعدين ممكن ادارة عمال ما عارف شنو حتلقاه هنا تكتبه طيب انت هنا طيب انت هنا مسلا عندك بتاعتك اللي انت جاي منا او اه بالمناسبة ايوة لو ما عندك لو ما لقيتك جامعة بتاعتك اول حاجة حتمشي هنا او يعني حتمشي تلقى حاجة ثانية فلنفترض انه اه شهادة ثانوية مكان جامعة الخرطوم معناها مدرسة ثانوية فلنفرض دي طيب تمام اه اه يعني الحاجة انت عايز اه اه طيب انت تاريخ تاريخ اه استخراج الدبلوم طيب كم فلنفترض اتناشر اتناشر الفين واثناشر فلنفترض طيب اتستاسيون دو من دي يعني انت دايرة باي لغة طيب هنا شوف الحتة دي اه بعضنا اسكوزيو ما اه دايرش دايرش هذا تمام هنا دان كاللونج ادي غيجي يعني الحاجة دي مكتوبة باي لغة باي لغة مكتوبة بالعربي او حتى لو انت مسلا جارت في الهندة وغيره ممكن تكون بالانجليزي او غيره تمام بالانجليزي او حتى ممكن تكتب مسلا جارت في اندونوسيا ولا جارت في الصين ولا وين هنا تجي هنا في الحتة دي او تكتب اللغة اللغة الجاية بيها تمام طيب تعمل اوكي تعمل هنا طيب انت تتأكد تمام التاريخ بتاع الدبلوم شهادة الثانوية السودان او مصر او غيره اه المدرسة اه داير شهادة تمام تعمل طيب تعمل لو انت عندك عندك لجوء او غيره هنا الحاجة دي هتكون مجان لو انت مسلا طالب او غيره هتكون لك سبعين يورو يعني انت يقبل محل عملت انا طالب لجوء او غيره دي كانت هناك يعني بتحدد لك هنا على على ويونون هناك بيحددوا لك انك تدفع او لا تدفع بالنسبة للاجئ اول اي ازول عنده حاجة لها متعلقة طب اللجوء ازيل او لجوء فرعي او انساني او غيره فتعمل فالديه مجان طبعا طيب هنا بيجي بيقول لك هنا بيجي بيقول لك هنا في الحتة دي طالب منك كرت السجور بتاعك هنا الغرار بتاع الاوفرا او الاوفبخة او الريسيب سيبتاع الازيل وكده هنا طالب منك الديبلوم هنا طالب منك الديبلوم وهينك طالب منك اي حاجة زيادة مثلا او شيت طيب رجعنا المهم دي الحاجات اول ما اول ما ايتها ترفعها ترفعها بي دي اف ها تتذكر تمام بي دي اف هنا هيعمل لك صح في الحتة دي هيعمل لك صح تعمل لها فالديه كده الطلب بيكون تمه وربا نوفقكم وخاصة الناس اللي حابة تكمل دراستها ربنا يوفقهم ان شاء الله ولو عندكم اي سؤال ممكن تخلو في في تعليق تحت وان شاء الله بحاول اجاوب عليكم شكرا لكم ويديكم العافية وابقوا بخير